إذن كيف صار الخنزير محللا وليس الخنزير فقط هناك الكثير من الأحكام في ناموس موسى التي جرى عيسى المسيح عليها لكن المسيحيين من بعد عيسى المسيح غيروها على سبيل المثال الختان نحن نقرأ في كتاب العهد القديم وفي أول سفر من أسفار توراة موسى إنه سفر التكوين وهذا هو الأصحاح السابع عشر الكلام عن ختان إبراهيم وأن إبراهيم قد ختن وأن إسماعيل قد ختن وأن أتباع إبراهيم قد ختن الأصحاح السابع عشر من سفر التكوين ومن الآية الثالثة والعشرين وما بعدها من الآية من الفقرة هكذا يعبر عنها فأخذ إبراهيم إسماعيل ابنه وجميع ولدان بيته وجميع المبتاعين بفضته المبتاعين بفضته يعني الذين كان يمتلكهم من العبيد ابتاعهم اشتراهم فأخذ إبراهيم إسماعيل ابنه وجميع ولدان بيته وجميع المبتاعين بفضته كل ذكر من أهل بيت إبراهيم وختن لحم غرلتهم في ذلك اليوم عينه كما كلمه الله لأن الله أراد ذلك من إبراهيم فأخذ إبراهيم إسماعيل ابنه وجميع ولدان بيته وجميع المبتاعين بفضته كل ذكر من أهل بيت إبراهيم وختن لحم غرلتهم في ذلك اليوم عينه كما كلمه الله وكان إبراهيم ابن تسع وتسعين سنة حين ختن في لحم غرلته وكان إسماعيل ابنه ابن ثلاث عشرة سنة حين ختن في لحم غرلته في ذلك اليوم عينه ختن إبراهيم وإسماعيل ابنه وكل رجال بيته ولدان البيت والمبتاعين بالفضة من ابن الغريب ختنوا معه الجميع ختنوا هذا هو حكم الختان في ناموس الأنبياء وهذا إبراهيم أبو الأنبياء وعيسى من أولاد إبراهيم ناموسه ناموس إبراهيم عيسى نفسه ختن إذا ذهبنا إلى إنجيلي لوقة إذا ذهبنا إلى إنجيلي لوقة وفي الأصحاح الثاني من إنجيلي لوقة في الأصحاح الثاني وعند الفقرة الحادية والعشرين ولما تمت ثمانية أيام بعد ولادة يسوع بعد ولادة عيسى المسيح ولما تمت ثمانية أيام ليختنوا الصبية سمي يسوع كما تسمى من الملاكي قبل أن حبل به في البطن في اليوم الثامن من ولادته ختن يسوع فهذا هو ناموس الأنبياء المسيحيون الآن هناك من يعمل بهذا الناموس وهناك من لا يعمل بهذا الناموس هذا مثال من الأمثلة وهناك أمثلة أخرى إذا ما رجعت بكم إلى سفر اللاويين وإلى الأصحاح الحادي عشر على سبيل المثال ماذا جاء في الأصحاح الحادي عشر من سفر اللاويين وهذا تأكلونه من جميع ما في المياه ما هو الذي يشرعه الناموس أن يأكل اليهود الأسماك فقط التي لها قشور وسائر الحيوانات البحرية لا يجوز أكلها هذا هو دين العترة دين العترة هكذا وهذا تأكلونه من جميع ما في المياه كل ما له زعانف وحرشف في المياه في البحار وفي الأنهار فإياه تأكلون لكن كل ما ليس له زعانف وحرشف في البحار وفي الأنهار من كل دبيب في المياه ومن كل نفس حية في المياه فهو مقروه لكم ومقروها يكون لكم من لحمه لا تأكلوا من لحمه لا تأكلوا وجثته تكرهون كل ما ليس له زعانف وحرشف في المياه فهو مقروه لكم الزعانف والحرشف هي للأسماك ذات القشور بقية الحيوانات البحرية لا تتصف بهذا الوصف اليهود يلتزمون بهذا هذا ناموس الأنبياء وعيسى المسيح كان ملتزما بهذا لكن المسيحيين في زماننا الآن هل يلتزمون بهذه الأحكام وحتى في الأزمنة السابقة دين المسيح حرفوه أذهب بكم إلى أعمال الرسل كي نعرف الحكاية أعمال الرسل الأصحاح الخامس عشر لابد أن تعرفوا من أن المسيحيين لا يعتقدون أن لعيسى المسيح إنجيلاً عندهم إنجيل يسوع لكنهم يعتبرونه من الأناجيل المفبركة الأناجيل التي عندهم والتي تشكل كتاب العهد الجديد هذه وصلت إلى المسيحيين بعد صلب المسيح بحسب عقيدتهم بمدة زمانية طويلة عبر هؤلاء القديسين من خلال الروح القدس هكذا هم يعتقدون إنجيل متى متى لا يعرفون تأريخه بالضبط ولا يعرفون تفاصيل حياته هناك معلومات إجمالية عنه لا توجد التفاصيل الكثيرة عن القديس متى فهذا قديس أوحى إليه الروح القدس ما أوحى فكتب إنجيله وهكذا بقية الأناجيل ما عندنا في الثقافة الإسلامية من أن عيسى له أنجيل هذا أمر يرفضه المسيحيون ولذا هناك من أصحاب العمائم يناقشون المسيحيين على المنابر على منابرهم أو في البرامج التلفزيونية بخصوص إنجيل عيسى المسيحيون يضحكون عليهم ويصخرون منهم لأن المسيحيين أساسا لا يعتقدون أن لعيسى المسيح إنجيلا عندهم إنجيل يسوع معدود في الأناجيل المكذوبة الأناجيل التي عندهم في كتاب العهد الجديد هذه وصلت إليهم بعد صلب المسيحي عيسى بن مريم بزمان طويل أعمال الرسل من جملة هذه الأسفار التي وصلت إليهم بعد صلب المسيحي وقتله بحسب ما يعتقدون بزمن طويل ماذا جاء في أعمال الرسل إنني حين أتحدث عن زمن طويل أتحدث عن عشرات من السنين هذا الذي أتحدث عن هذه الحادثة التي سأقرأها عليكم هناك من مؤرخي المسيحية يقولون من أنها حدثت بعد صلب المسيح ب 22 سنة هكذا يقولون تلاميذ المسيح انتشروا في البلاد الشامية وغيرها وبلغوا الدين المسيحي ودخل كثير من الناس في الدين المسيحي لكنهم استصعبوا عملية الختان واستصعبوا ما جاء من أحكام تحريم فيما يؤكل وما يشرب فخاف رجال الدين أن هؤلاء سيتركون الديانة المسيحية فاجتمعوا وأصدروا فتوى لهم من أنه لا يجب عليكم الختان وكل المحرمات جائزة إلا ما استثني وسأذكر لكم وهنا صار الخنزير حلالا بفتاوى رجال الدين المسخرة هي المسخرة والضحك على الذقون هو هو حينئذ رأى الرسل والمشايخ مع كل الكنيسة أن يختاروا رجلين منهم فيرسلوهما إلى أنطاكيا مع بولس وبرنابة يهوذة الملقبة برسابة وسيلة رجلين متقدمين في الأخوة فالمجمع الديني أرسل رجلين مع بولس وبرنابة من هما يهوذة الملقب برسابة وسيلة وكتبوا بأيديهم هكذا كتبوا لهم هذه الفتوى الرسل الرسل والمشايخ والأخوة يهدون سلاما إلى الأخوة الذين من الأمم في أنطاكيا وسوريا وكيليكيا إذ قد سمعنا إذ قد سمعنا أن أناسا خارجين من عندنا أزعجوكم بأقوال مقلبين أنفسكم وقائلين أن تختتنوا وتحفظوا الناموس الذين نحن لم نأمرهم رأينا وقد صرنا بنفس واحدة أن نختار رجلين ونرسلهما إليكم مع حبيبينا برنابة وبولس رجلين قد بذل أنفسهما لأجل اسم ربنا يسوع المسيح فقد أرسلنا يهوذة وسيلة وهما يخبرانكم بنفس الأمور شفاها لأنه قد رأى الروح القدس هذا هو الإفتراء مثل ما يفتري مراجعنا من أنهم نواب صاحب الزمان لأنه قد رأى الروح القدس ونحن ألا نضع عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الواجبة أن تمتنعوا عما ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق عن الذبيحة المخنوقة والزنا التي التي إن حفظتم أنفسكم منها فنعم ما تفعلون وكونوا معافعين هذه الفتوة هم يقولون من أن الروح القدس وهم إنهم رجال الدين أخذوا هذا القرار فحللوا لهم ما حللوا الأضحكة هي هي التي يضحك بها رجال الدين على أتباعهم قرأنا ماذا قال عيسى المسيح من أنه لن ينقض حكما من الأحكام في ناموس الأنبياء هذا يعني أنه سيلتزم بناموس موسى وهؤلاء بعد زمان عيسى المسيح بزمان لما دخلت الأمم الأخرى ووجدوا صعوبة في هذه الأحكام لأنهم لم يعتادوا عليها كانوا على ديانات وثنية ليس فيها هذا التطقيق وهذا التشقيق في الأحكام فلأجل أن لا يتركوا الديانة المسيحية أصدروا هذه الفتوى له لأنه قد رأى الروح القدس متى رأى الروح القدس هم بحسبهم مثل ما يقولون عن الاجتهاد من أنه ملكة قدسية ربانية ومن هذا الخرط وهو أمر لا حقيقة له حينما يعرفون الاجتهاد هذا المصطلع الذي جاءونا به من النواصب هذا المصطلح الملعون وطبقوا المنهج الاستنباطي الملعون في الوسط الشيعي لكن حينما يعرفون الاجتهاد بأنه ملكة قدسية ربانية يمنحها الله لخاصة أوليائه وليس لكل الناس للذين يوفقون لهذه المرتبة ويضحكون على الناس بهذا الهراء هذا هو الهراء نفسه لأنه قد رأى الروح القدس أدري الروح القدس عنده مكتب ورحتولي احتيتوا وياه شنوها الخرطة لأنه قد رأى الروح القدس ونحن ألا نضع عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الواجبة أن تمتنعوا عما ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق فكل المحرمات التي قرأت ما قرأت بخصوصها قبل قليل من كتاب العهد القديم حللوها له لم يحللها عيسى المسيح هؤلاء حللوها أن تمتنعوا عما ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق والزنا إلى آخر ما جاء في هذا البيان نذهب إلى فاصل